بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا طالباتنا في جميع أنحاء المملكة معاكم الأستاذ عبد الكريم أبو الحاج من موقع وتد التعليمي الموقع الأول على مستوى المملكة هلأ طلابنا طالباتنا وبالذات وخص بالذكر بالذات موليد 2008 طلابنا حرصاً من موقع وتد على طلابنا وطالباتنا وحرصاً مننا إحنا كمدرسين على طلابنا وطالباتنا اللي حبين يعرفوا شو الأكاديمي والمهني اللي هو المسار الجديد أو الأسلوب التعليمي الجديد في الأردن اتطرقنا وكان واجب علينا أنه نطلع نوضح بعض الأمور لطلبتنا الأحباء وطالباتنا العزيزات نوضح لهم فكرة المسار الأكاديمي والمهني هلأ بدنا نكون وضحين بنقطة واحدة أو معينة بالذات أنه وزارة التربية والتعليم لما عملت لك مصار أكاديمي ومصار مهني هذا لصالحك طالبي كيف لصالحك؟ لأنه وزارة التربية والتعليم شافت أنه لازم الطالب يختار التخصص اللي بيناسبه حسب ميوله ورغباته وبالتالي أنت بدك تتخصص في مجال طبي أو مجال هندسي لازم تختار مواد معينة بتناسب هذا التخصص يعني ما في بعض المواد أنك تكون معك في الثانوية العامة عشان تروح على حقل الطبي أو الحقل الهندسي وبالتالي وزارة التربية والتعليم حكت لا يا عمبي أنا بخلي الطالب يختار بعض المواد المعينة هذه المواد هي اللي بتأهله أنه يروح على تخصص الطب أو تخصص الهندسة أو تخصص المحاسبة تمام؟ وبالتالي كل الأفكار وكل الجهود النيرة هاي اللي عم تبذلها وزارة التربية والتعليم في سبيل أنه تحقق لك رغباتك وميولك وأنك تختار التخصص اللي بناسبك وهذا بيسموه في العلم بشكل عام الملاءمة الملاءمة يعني أنك أنت تختار التخصص اللي بناسب ميولك ورغباتك وبالتالي إحنا ارتقينا كموقع وتد التعليم وأنا كأوسام عبد الكريم وبالحاج أنه نطلع أن نوضح لك شو يعني أكاديمي شو يعني ميهني أو بالذات الأكاديمي بنركز عليه ونوضح لك بعض المواد اللي ممكن أنت شو تختار على أساس تروح حدثة أو طب أو محاسبة أو لغة عربية أو محامي في المستقبل وإن شاء الله كلكم إن شاء الله تحققوا النجاحات وتتفوقوا هلأ طلابي موليد 2008 موليد 2008 تمام يا طلابي؟ تمام في عندي مصارين تعليميين اللي هو المصار الأكاديمي والمصار المهني المصار الأكاديمي اللي كان قبل عندنا أدبي علمي أدبي علمي تمام؟ تمام يا أستاذ عندي المصار الأكاديمي والمصار المهني تمام؟ والله تمام يا أستاذ طيب؟ الروح بدأ تطبيق امتحان الثانوي العامة بشكله الجديد أكاديمي مهني العام الدراسي 24-25 على طلبة الصف الحادي عشر تمام؟ والله تمام يا أستاذ يعني طلاب الصف العاشر أنت بدك تختار أكاديمي مهني صح أو لا؟ وبالتالي أنا التوجيهي لموليد 2008 التوجيهي خلينا نوضح حون التوجيهي بدك تقدمه على سنتين بدك تقدمه على إيش؟ على سنتين تمام؟ تمام اللي هو أول ثانوي وثاني ثانوي تمام؟ تمام إذن التوجيهي موليد 2008 موليد 2008 التوجيهي صار عندك سنتين أول ثانوي وثاني ثانوي بس فيه شرط أساسي بالأول ثانوي هاذ بتقدمه صف عادي بتأخذ كل المواد اللي هن 32 حصة بيكون معاك 32 حصة حسب المواد الموجودة معاك لازم تنجح فيهم مدرسة وبتقدم هون أربع مواد بتقدم هون إيش؟ أربع مواد تمام؟ هذول المواد في الأول ثانوي عليهم 30% من المعدل ورح نتطرق لسنت التوجيهي عليهم 70% وباقي المواد عليهم 70% إذن اللي بدي أصله موليد 2008 بتقدم التوجيهي على سنتين أول ثانوي وثاني ثانوي الأول ثانوي عليه 30% من المعدل والثاني ثانوي عليه 70% من المعدل تمام؟ تمام يا أستاذ طيب كمل لنا يا أستاذ خليك معاك الجزء الأول من الثانوية العامة مباحث الثقافة المشتركة يعني الطالب المباحث الثقافة المشتركة اللي هم أربع مباحث رح أوضح لك إياهم اللي هما تربية الإسلامية اللغة العربية وتاريخ الأردن واللغة الإنجليزية واللغة إيش؟ الإنجليزية هذول بيقدمهم طالب الأول ثانوي وزاري عليهم كم؟ عليهم 30% من المعدل عليهم 30% من المعدل بس شرط أساسي عشان تقدم هذول في الأول ثانوي وزاري لازم تنجح في الأول ثانوي في كل المواد تمام؟ نجاح مدرسي تمام؟ الروح شو كاتب لك هون مطلوب طبعا شريح توضيح للي فوق مطلوب من طلبة الصف الحادي عشر سنة 24-25 دراسة سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية يعني الخطة الدراسية الموجودة معاك في الأول ثانوي لازم تدرسها كامل في الأول ثانوي تنجح فيها كم عدد الحصص الدراسية في الأول ثانوي؟ 32 حصة يجب أن نجاح في جميع المباحث متطلب أساسي يعني النجاح في المدرسي متطلب أساسي لازم تنجح فيهم للتقدم لامتحان الثانوي العام الوزاري بجزئي لأول مباحث الثقافي المشتركة إذن أنا عشان أقدم مباحث الثقافة المشتركة وزاري لازم أنجح في الأول ثانوي في كل المواد مدرسي تمام؟ تمام يا أستاذ طيب يا أستاذ شوي المباحث الثقافة المشتركة؟ مباحث الثقافة المشتركة يا طلابي التربية الإسلامية اللي حكينا عنها اللغة العربية اللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن هذول بتقدمهم وزاري هذول تقديم وزاري وعليهم نسبة 30% من المعدل بس شرط في شرط عندي في شرط لازم النجاح مدرسي لازم أنجح مدرسي أنا في كل المواد المعاي في الأول ثانوي تمام؟ والله تمام يا أستاذ طيب قدمنا وزاري فيهن هذول وانجحنا يا أستاذ راحنا على السنة اللي بعديها الجزء الثاني من الثانوية العامة اللي هو إيش هاي؟ الثاني ثانوي اللي هو التوجيهي اللي هو إيش؟ التوجيهي يعني صرت يا أول ثانوي أنت صرت الثاني ثانوي صرت رسمي توجيهي صح ولا لا؟ تمام؟ بدك تقدم المباحث إيش؟ المباحث التخصصية شو هي المباحث التخصصية؟ اللي هي البواد اللي أنت لازم تختارها عشان تختار الحقل اللي بناسبك في الجامعة خليك معاي مهم جدا مطلوب من طلبة الصف الثاني عشر اللي هو التوجيه بكون أي سنة بتكون بتكون سنة الخمسة وعشرين ستة وعشرين تمام؟ تمام يا أستاذ اختيار الحقل الذي يرغب به وفقا لي قدراتهم وميولهم ورغباتهم يعني أنت هسا في التوجيه في الصف الثاني عشر أنت قدمت الأول ثانوي لسا عمش عارف أنت شو وين بدك تروح في الجامعة قدمت الأول ثانوي وقدمت الأربع مواد المشتركة توجيهي وعفا وزاري اطلعت على التوجيه هلا هون في التوجيه بدك تختار الحقل اللي بناسبك واللي أنت بدك تروح عليها في الجامعة طبيب مهندس محاسب إلى آخرين طب شو هي هاي الحقول يا أستاذ طلع علي يجب في سنة الخمسة وعشرين ستة وعشرين مولد الفين وثمانية اختيار الحقل الذي يرغبون به وفقا لي قدراتهم وميولهم ورغباتهم والتخصص الذي يرغبون بدراسته في الجامعة عدد الحصص الدراسية سيتروح بين ثلاثين حصة واربع وثلاثين حصة وفق متطلبات الحقل يعني أنت في التوجيه في الثاني ثانوي لما تصير يا الفين وثمانية توجيه ثاني ثانوي جزء الثاني بدك تقدم بدك توقف في المدرسة من اثنين وثلاثين لأربعة وثلاثين حصة لازم تنجح فيهم مدرسيا لازم تنجح فيهم مدرسيا إذن طب يا أستاذ شو هي الحقول أنا اللي أنا لازم أختار فيها الحقول عندي صحي اللي هو هذا الصحي شو بكون طب بثلا تمريض تمام مختبرات إلى آخره تمام تمام يا أستاذ عندي الحق للهندسي عندي حق للعلوم والتكنولوجيا اللي هم فيه زيارياضيات التكنولوجيا اللي هو الأمن السفراني علم الحاسوب وعندي اللغات والعلوم الاجتماعية اللغات يعني لغة انجليزية لغة عربية إلى آخره والاجتماعيات والتاريخ وعندي القانون والعلوم الشرعية وعندي حق للأعمال مهم جدا هذا حق للأعمال اللي هو محاسبة اقتصاد إدارة تمام إلى آخره إذن شو هي الحقول اللازم أنا أختارها في الجامعة الحقول اللي بتكون معطي لك إياها في الوزارة عشان تختار صحي هندسي ستة علوم وتكنولوجيا اللغات والعلوم الاجتماعية اللغات والعلوم الاجتماعية وعندي القانون والعلوم الشرعية وعندي حق للأعمال حق للأعمال نرجع شو هي الحقول ست حقول كم الحق لدي ست حقول الحق للأول صحي الحق للثاني هندسي الحق للثالث العلوم والتكنولوجيا الحق للرابع العلوم اللغات والعلوم الاجتماعية الحق للخامس القانون والعلوم الشرعية الحق للسادس اللي هو الأعمال تمام؟ تمام يا أستاذ طب شو هي المواد اللازم أختارها أنا عشان يطلع لي هذا؟ كمام؟ شو هي المواد اللازم أختارها أنا في التوجيه عشان يطلع لي صحي أو يطلع لي هندسي أو يطلع لي تكنولوجيا أو يطلع لي اللغات أو يطلع لي محاسبة العلوم الأعمال أو يطلع للقانون أيه خليك معي إذن إحنا في الأول ثلوي قدمنا المباحث الأربع المشتركة إيش جاوزناهم؟ هلأ في التوجيه قدمنا مدرسة وانجحنا شو المواد اللازم أختارها من الحقول هاي الستة عشان يطلع لي؟ الطالب ها الطالب في الصف الثاني عشر يدرس مبحث المهارات الرقمية عارفش يعني مبحث المهارات الرقمية هذا الحاسوب هذا الحاسوب راسب ناجح هذا مدرسي هذا إيش مدرسي يعني ملكش فيه مبحث المهارات الرقمية لازم تنجح فيه في المدرسة يعني بتوقضه في المدرسة بتنجح فيه تمام تمام الذي يعد متطلب متطلباً إجبارياً لكافة الطلبة يعني أي طالب بدي يأخذ أي حقل من الحقول هذيك لازم يأخذ في المدرسة إشي اسمه المهارات الرقمية وهذا نجاح مدرسي تمام تمام يشترط النجاح فيه إيش مدرسياً بس ولا يتقدم به الطالب من امتحان الوزاري وصلت؟ والله وصلت يا أستاذ إذن المهارات الرقمية اللي هو الحاسوب يا طلابي أنت لازم تأخذه في المدرسة وما بتقدمه وزاري بس لازم تنجح فيه في المدرسة طيب يا أستاذ شو اللي لازم أنا أختاره؟ الطالب بيختار ست مباحث تخصصية من اختياره أنت بتختار ست مباحث تمام تمام هل رأعطيك شو هي المباحث؟ أنت بتختار ست مباحث يعني في الثاني ثانوي التوجيهي بتقدم رقمي اللي هو مهارات رقمية اللي هو الحاسوب مدرسي وبتختار كم؟ وبتختار ست مواد وبتختار إيش؟ ست مواد حسب الحق اللي أنت رغبان فيه تمام؟ تمام يا أستاذ وبعد النجاح بها مدرسيا اللي هي ست مواد بتقدم وزاري بس أربع مواد يستطيع التقدم للانتحان الوزاري بجزء الثاني في أربع مباحث يعني أنت بدك تروح حقل طبي بدك تروح حقل إيش؟ حقل طبي بتختار مادة مادتين ثلاث أربعة خمسة ست مواد تمام؟ بتختار ست مواد أنت لازم تنجح مدرسي فيهم لازم لازم تنجح مدرسي في الست مواد هدول بس وزاري بقدم كم؟ هدول الوزاري بقدم أربع مواد فقط إذن الوزاري كم المباحث بقدم؟ أربعة الثنتين هدول خلاص بروحوا عنك بما أنك نجح فيهم إيش؟ مدرسي تمام؟ تمام طيب يا أستاذ المباحث الست اللي بدي أختارها يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة طب كيف يا أستاذ؟ خليك معي انتبه علي المهارات الرقمية هاي الحاسوب هاي إيش؟ هاي الحاسوب الحاسوب إجبار نجاح مدرسي بس إذن مدرسي اتهينا من الموضوع طب يا أستاذ المواد الثانية بختار ست مواد مادة مادتين ثلاث أربعة خمسة ست مواد أنا هاي الرسمة توضيحية للي شرحت لك إياها المهارات الرقمية نجاح مدرسي الست مواد اللي اخترتها هاي لازم أنجح فيها مدرسي نجاح مدرسي إجباري نجاح مدرسي إجباري بس في أربعة منهم لازم أقدمه وزاري وثنتين أي ثنتين بقدم بس نجاح مدرسي تمام تمام إذن اخترت ست مواد أربعة بنجح فيهم مدرسي مع وزاري لازم أقدمهم وثنتين بس نجاح مدرسي تمام يا أستاذ بس سيك آيوة خليك معاي خليك معاي برضو رسمي توضيحية المدرسي فقط مهارات رقمية إجباري نجاح مدرسي هلا المادة الأولى وزاري نجاح مدرسي ووزاري المادة الثانية وزاري زائد نجاح مدرسي المادة الثالثة هيها المادة الثالثة نجاح مدرسي ووزاري تمام؟ والله تمام يا أستاذ المادة الرابعة نجاح وزاري زائد مدرسي هلأ الخامسة والسادسة مدرسي بس نجاح مدرسي إذن أنا بالتوجيه باختار ست مواد لازم أنجح فيهم مدرسي بس أربع مواد اللي بقدمهم في الوزارة تمام؟ تمام يا أستاذ طب شو هم هدول المواد اللي لازم أختار منها أنا يا طلابي المباحث التخصصية لكافة الحقول الدراسية التي يستطيع الطالب الاختيار من ضمنها يعني أنا بدي أروح طب شو بدي أختار بدي أروح حندسة شو بدي أختار بدي أروح محاسبة شو أختار بدي أروح لغة عربية شو أختار عندك هاي المواد كلها طلع علي خلينا أوضح لك إياها هاي ها المواد هاي ها المواد هاي ها نزغرها هاي المواد شايفينها يا طلابي أنت عندك المادة الأولى عندك 14 مادة بتختار منهم 6 في التوجيه عندك الرياضيات عندك العلوم الحياتية عندك الكيمياء عندك الفيزياء عندك علوم الأرض والبيئة هاي خمس مواد المادة السادسة لغة عربية ليه التخصص عندي التربية الإسلامية عندي اللغة الإنجليزية متقدمة 9 علم اجتماع وعلم نفس 10 رياضيات أعمال 11 الثقافة المالية 12 الفلسفة 13 التاريخ 14 الجغرافية إذن أنا يا أستاذ أبو الحاج أنت قصدك في التوجيه أني أنا بختار 6 مواد من هذول الأربعة عشر 6 مواد من هذول الأربعة عشر بس حسب الحقل اللي أنت بدك تدرسه في الجامعة يعني وضحت لك إياها أكثر هاي الحقول واحد الحقول الدراسية وهذا إيش بسميه خطير خطير جدا جدا انتبع علي يا طلابي انتبع علي واحد بدروح حقل صحي بدروح حقل إيش؟ صحي إجباري لازم ينزل كيميا لازم ينزل علوم حياتية وإنجليزي متقدم إذن أنا عشان أروح طب تمريض مختبرات تحليل تخدير لازم أختار كيميا علوم حياتية إنجليزي متقدم وبختار هون مادة اختيارية بختار مادة اختيارية شو هي المادة الاختيارية أستاذ؟ بتختار أي مادة من هدول غير اللي اخترتهم طبعاً اللي هو الكيميا والأحياء والإنجليزي متقدم بتختار أي مادة من هدول هل ممكن الطالب يقولي أستاذ طب بدي أختار أنا مثلاً علم اجتماع أوكي بدي أختار فلسفة صح بدي أختار ثقافة مالية أوكي بدي أختار مثلاً تاريخ ما في مشكلة وصلت اللي هي مادة اختيارية صعب يا طلابي؟ والله يسهل هذا هو الحقل الصحي طب واحد بدي يختار الحقل الهندسي بدي روح على الحقل الهندسي إجباري طبعاً واحد أستاذ بيقولي أستاذ الرياضيات هون فيش؟ آه الطب ما فيه رياضيات يعني لو ما اخترت الرياضيات هون بطلع لك حقل طبي بس شرط اختار كيميا علم حياتيه انجليزي متقدم ومادي اختيارية الحقل الهندسي إجباري لازم تنزل الرياضيات فيزياء ومادتين اختياريات إذن عشان تروح الحقل الهندسي إجباري لازم تنزل الرياضيات وفيزياء رياضيات وفيزياء طب يا أستاذ شو المادتين الاختياريات اللي أختارهم؟ يا أخي هاي المادتين الاختياريات بتختارهم من هون بتختارهم من هون طلع هاي 14 مادة بتختار مادتين اختياريات منهم تمام تمام واحد بدي يختار حق للعلوم وتكنولوجيا المعلومات شو لازم ينزل رياضيات وماده اختيارية علمية ماده اختيارية علمية وماده اختيارية علمية طب شو هي المادتين الاختياريات العلميات انا شو ما افضل يا طالبي اللي بدروه حق للعلوم وتكنولوجيا المعلومات يختار مادة اختيارية علمية فيزيا مثلا او يختار كيميا يختار مادة هون برضو نفس الشي علوم ارض او فيزيا ليش لانه في العلوم وتكولوجيا المعلومات لو اختار مادتين زي فيزيا مثلا هون لو اختار فيزيا ما طلع لش الحق لها بطلع له الحق لها يعني طلع الحق للهندسي رياضيات وفيزيا هون الرياضيات وبتختار مادة اختيارية علمية مادة اختيارية علمية مادة اختيارية هلأ لو اخترت مادة الاختيارية العلمية هون الفيزياء هون اخترت فيزياء صفت انت كأنك بختار الحقل الهندسي وبالتالي بيطلع لك هذا الحقل وبطلع لك هذا الحقل وصلت الفكرة وبالتالي بدك تربط بين الحقول وبالتالي اللي بدي علوم التكنولوجيا والمعلومات الرياضيات مادة اختيارية علمية اللي هم هذول مواد الاختيارية العلمية طلابي شايفين هم هاي هم هاي المواد الاختيارية العلمية رياضيات علوم حياتية كيميا فيزيا علوم أرض بتختار مادة منهم أو مادتين لازم تختار هيو مادة اختيارية علمية مادة اختيارية علمية ومادة اختيارية أي مادة اختيارية بدكيها تمام تمام يا طلابي الروح على حقل اللغات والعلوم الاجتماعية لازم عشان يطلع لك لغات وعلوم اجتماعية تدرس عربي تخصص انجليزي متقدم وبتختار مادتين اختيارية هلأ المادتين الاختياريات اللي أنا بفضلهم هون يا طلابي إنك تختار مالية ورياضيات أعمال ورياضيات إيش؟ أعمال ليش؟ طلع لما تختار عربي تخصص وإنجليزي متقدم وثقافة مالية ورياضيات أعمال بفتح لك الحق الهات بفتح لك الحق الهات لأنه هي رياضيات أعمال وثقافة مالية صح؟ وإنجليزي متقدم لاحظ؟ هاي إنجليزي متقدم هون لما تختار المالية ورياضيات هون كأنك انت اخترت كمان كلية الأعمال فصار عندك الحقل هذا والحقل هذا وصلت؟ والله وصلت يا أستاذ طيب إني بدي يختار القانون والشريعة عربي تخصص تربية إسلامية تخصص طيب واحد أستاذ قال لي أستاذ أنا طالب من الأخوان المسيحي بديش التربية الإسلامية ممكن يختار أي مادة بديو إياها اختيارية الطالب المسيحي يدرس بدلا منها علم اجتماع أو علم نفس أو ثقافة مالية أو أي شيء تمام؟ وباختار مادتين اختيارية حسب ما هو موجود عندك وأنا بفضل دائما في المواد الاختيارية يعني مادة الثقافة المالية مادة سهلة جدا يختارها الطالب لأنه بتفتح له حقول وإن شاء الله أنه التوفيق وفالكم النجاح طلابي هلأ واحد بدي يختار كلية الأعمال اللي هي المحاسبة المحاسبة لإدارة الاقتصاد التسويق العادي والتسويق التقريدي والإلكتروني تسويق الإلكتروني بدي يختار رياضيات الأعمال الثقافة المالية وباختار مادتين وإنجليسي متقدم عفوا وفي عندي مادة اختيارية أنا بفضل المادة الاختيارية تكون عربي تخصص تكون عربي إيش؟ تخصص ليش يا أستاذ هون أخترت عربي تخصص؟ لأنه هاي تفتح لك قسم اللغات تقسم اللغات تمام يا طلابي؟ والله يا أستاذ وضحة الأمور وضحة هاي عملت لك كمان كيف أنك أنت ممكن تختار الحقل الصحي لازم تأخذ الكيميا لازم تأخذ العلوم الحياتية لازم اللغة الإنجليزية متقدم وبتختار مادة اختيارية من هون تختار مادة اختيارية من هون طبعا هاي مادة مادتين ثلاثة أربعة صح ولا لا يا طلابي؟ والله صح يا أستاذ طب شو هذول المادتين اللي تحت يا أستاذ؟ هذول المادتين يا حبيبي اللي هو مش حكيت لك أنت بتدرس في التوجيه ست مواد آه بس ثنتين بروحوا مدرسي وأربعة اللي أنت اخترتم عشان الحقل تبعت بتقدمهم إيش؟ وزاري تمام؟ تمام هايو وزاري عندي أربع مواد والمدرسي عندي مادتين فبيصفي عندك ست مواد طب يا أستاذ واحد بده يختار الحقل الهندسي الحقل الهندسي يا حبيبي برضو ست مواد أربعة وزاري وثنتين مدرسي هذول الثنتين مدرسي راحو الأربعة لازم تختار الرياضيات وإجباري كمان الفيزياء ومادتين اختياريات ومادتين اختياريات من الأربعة عشان تروح هندسه لازم تختار فيزياء ورياضيات طب يا أستاذ واحد بده يختار الحق للعلوم والتكنولوجيا لازم مادة اختيارية علمية ومادة اختيارية علمية أنا بنصح فيزياء لازم فيزياء هون ليش يا طلابي؟ لأنه حكيت لك أنت لما تختار الرياضيات وفيزيو هون فتح لك حقل الهندسة فتح لك حقل الهندسة وبتختار مادة علمية برضو بتناسبك عفوا طلابي ومادية اختيارية اللي هي ثقافة مالية فلسفة علم اجتماع لآخره وهذول مادتين مدرسيات طب واحد يا أستاذ أبو الحاج بدي يختار حقل اللغات بلتلك حقل اللغات عربي تخصص اللغة الإنجليزية المتقدم بفضل تختار إيش هون المالية اللي هي ثقافة مالية ورياضيات أعمال ورياضيات إيش أعمال ليش لأنه بتختار هذول الثنتين محا فتح لك حقل الأعمال واحد ما جابش معدل عشان يروح حقل اللغات بروح على حقل الأعمال لأنه باختار المادتين هذول محا ففتح له حقل ثاني تمام يا طلابي؟ والله تمام يا أستاذ منروح هون واحد بده حقل القانون شو لازم يختار تخصص دربية إسلامية ومادتين اختياريات من المواد الموجودة الأربعة عشر فوق واحد بدروح حقل الأعمال إجباري لازم يوخف فقافة مالية إجباري لازم ينزل رياضيات أعمال إنجليزي متقدم ومادي اختياري بفضل تكون عربي تخصص تكون عربي إيش؟ تخصص ليش يا أستاذ؟ لأنه أنت لما تختار الحقل هذي المادة الاختيارية هاي انفتح لك حقل اللغات فصاروا حقلين وهذول المادتين بيكونوا مدرسين بيكونوا نجاح مدرسين أتوقع أكثر من هيك توضيح إلى لا أي طالب بده الملف أي طالب أي طالبة 2008 يا حبايب القلب بده الملف يخطاء يبعتلي على الوطس سفر هاي الرقم رح أبعتلك إياه هون سفر سبعة سبعة ستة مئة وثلاثين تسعمية وسبعين ابعتلي وطس على الرقم هذ إن شاء الله إن شاء الله ببعتلك إياه بي دي أف على أساس والدك أول إنتك تقعه بيتمعهم بتأني ويطلع لك التخصص البلائم رغباتك وميولات وكل التوفيق جيل 2008 ويعطيكم ألف عفوية شكرا س Tina حتى وِيمد مجبورا به أقام مجبورا اشتركوا في القناة